أهلا بحضراتكم خبر محزن النهاردة يا جماعة تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في تلميزة في سنة تانية ابتدائي ووجعت من الدور الثالث في مدرسة سيد الشهداء في العجوزة بمحافظة الجيزة وللأسف ماتت والكلام ده أعلنته نقابة المعلمين وتقدم نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص العزاء لأسرتها وقال رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين والأمين العام للنقابة أن السبب كان نتيجة تدفع الطلاب في الدور الثالث في المدرسة وقت الفسحة وطالب الأمين العام لنقابة المعلمين بأنه من المفروض تسكين الطلاب اللي في الصفوف الأولى في الأدوار السفلية في المدارس بأنه من المفروض تسكين الطلاب اللي في الصفوف الأولى في الأدوار السفلية في المدارس وكمان من المفروض تعليق الجزء الخرساني اللي قدام الفصول طبعا احنا مع كلام الامين العام لنقابة المعلمين بانه من المفروض ان طلاب الصفوف الاولى يخلوهم في الادوار الصفلية من المدارس وبرضو من المفروض انهم يعل الجزء الخرصاني يقلو جدام الفصول وطبعا بنقدم خلص العزاء لأسرة التلميذة ياريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد